ما هيش المرة الأولى نتكلم فيها عن ملف العربيات وأسعار العربيات ومن ساعة أول ما طلعت مسألة الأوفر برايس وتكلمنا فيها كتير جدا جدا قبل بقى قصة الدولار والتضخم وارتفاع الأسعار وكل هذه الأمور وكان الأوفر برايس موجود جت قصة الدولار تضاعفة الأسعار وضاعف معاها كمان الأوفر برايس طيب دلوقتي الدنيا المفترض إنها هديت وأسعار حاجات كتيرة أو حاجات أساسية وأكل وشرب وكل ما ليه علاقة بالدولار والغير الدولار كمان بدأت الدنيا تنزل طيب العربيات هتنزل ولا إيه والنزول هيبقى شكله عامل إزاي ونسبته قد إيه وهل حقيقي كمان إنه اللي نزل في أسعار العربيات في الفترة الأخيرة ما هوش نزول حقيقي بمعنى إنه التاجر نزل في قيمة الأوفر برايس بتاعه يعني مش في العربية نفسها مش اللي هو يشترى بها إنه طبعا كان المسألة مبالغ فيها قوي زي ما دربت حاجاتكم مثلا لما تبقى سعر العربية قول 200 وتوصل لمليون ده كله ده دولار ولا فيه جانب منه غير مفهوم وربح غير عادل هنفهم ونتكلم في تفاصيل الملف ده مع سيدة مصر أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أهلا وسهلا بحديكي أسيد مصر منور الدنيا أهلا وسهلا بس يا أسامة الموضوع محتاج تفاصيل كتير ومحتاج مصدقية وصراحة لأنه إحنا شايفين الحالة في السوق ما بين اللي بيشتري بدون مبرر وبدون داعي برغم المبالغة في الأسعار وإنه فيه أزمة والناس بتتكلب على الشرك كأنه خايفين الدنيا تغلى أكتر وما بين إن فيه ناس دول قادرين فيه ناس بقى وقفة عجزة ولا قادرة لا تبيع ولا تشتري ومش شايفة بكرة هيبقى فيه إيه فعايزين نشرح ببساطة كده فهمنا الدنيا ماشية إزاي وبصراحة تمام الوقت الحالي وقت مهم جدا الوقت الحالي حان الوقت الدكتور يرجع دكتور المهندس يرجع مهندس المحامي يرجع محامي وبتاع العربيات يرجع يبيع عربيات تمام ماشي لأن طبعا الفترة الأخيرة دي إحنا شاهدنا الأول مرة المستهلك التاجر المستهلك التاجر شفتنا المستهلك التاجر ده في الدولار شفتنا المستهلك التاجر ده في الدهب شفتنا المستهلك التاجر ده بالقوة في السيارات الناس النهاردة بتستثمر في السيارات بيروح يحجز عربيات من التوكيل أو بيشتريها من السوق ويخزن العربية واثنين وثلاثة واربعة وأنا شاهدت ده يمكن اتكلمت عنه في حلقات كتيرة جدا ظاهرة المستهلك التاجر اللي لا بيدفع ضرايب ولا بشغل موظفين ولا أعمالة ولا كهرباء ولا ولا أي حاجة في الدنيا ده راجل النهاردة بيتهرب من كل الالتزامات المالية اللي بتحملها التاجر التاجر اللي بيشتغل شغلان شريفة جدا وبشغل عنده موظفين وفاتح أماكن مختلفة ويجي النهاردة حد يتزاحم معاه في الحتة دي دي ظاهرة غلط الظاهرة الغلط دي بتسبب وضع غلط وتسبب ارتفاع في أسعار السيارات لأنه هو بيخزن وبيبيع لما كانش يحط أرقام معينة طيب التاجر لما بيحط الأرقام دي بيحطها عشان عنده مصروفات انت بتحط الأرقام دي وانت ما عندكش مصروفات حصل نفس الكلام ده في الظاهرة غير مبررة لما تحول الدولار للسلعة والناس النهاردة بقى تاخد دولاره والتاجر في الدولار والدولار ده بقى في البيوت حصل الكلام ده في الدهب لما الناس النهاردة ما بقتش تشتري من محلات الدهب وبيحصل في التجارة في الدهب أي حاجة غير طبيعية ده واضح استثنائي واضح الشهاز ولا تبنى القواعد على الشواز دي قاعدة بشكل عام وده اللي حصل على مدار الفترة اللي فاتت وشوية المناخ كان ساعده مع الكلام ده شفت خطاب لفخانة الرئيس وكان خطاب قوي جدا وكان فيه نبر التحدي وأقسم بالله الأقسم بالله لو حلت مشكلة الدولار محدة هيقدر علي وشفت القسم ده ودقعت بعد هذا القسم هيحصل تغيرات وشفتنا فعلا تحركت الدولة وقعego قيادة في الدولة تحرك وشهدنا مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة بالنسبة لنا يساوي توفير دولار طيщо أول ما حصل توفير دولار آتماتيك إلا حصل إلا حصلت حاجة غير كده حصل توفير دولار إلا حصل انخفاض في الأسعار خمسة وعشرة وصلنا إلى خمسة أشهر في بعض المركات ده الوضع الطبيعي وده الانخفاض الطبيعي خمسة أشهر إيه خمسة في المية وعشرة في المية ووصلنا في بعض المركات لـ 15% الـ 10% دي اللي هناخد المتوسط الـ 10% دي في قطاع السيارات عندنا حاجة مسهلة خالص ربما في الأجهزة المنزلية أو الأجهزة الكهربائية يكون بالنسبة لكم رقم قليل لكن في السيارات 10% دي في عربية بمليون جنيه النهاردة يعني بيكلف 100 ألف جنيه ده رقم كبير جدا من الأول يا أستاذ أسامة احنا ما كناش فاهمين انه لو الدولار كان مثلا برقم والضاعف 3 أضعاف ده ما يبرش ان العربية تضاعف 10 أضعاف يعني مش ماشية بالتوازي خالص معاه فلما تقول لي 10-15% أنا كده اللي هو برضو قيمة غير عدل وده أصلاً أوفر برايس وده أصلاً كان تضاعف الرقم ده كلام محترم جداً ده كلام محترم جداً ونركزي معاه في الأولوية أول حاجة ما فيش عربية تضاعف 10% رقم اتنين احنا هو وان كنت باتكلم باسم الشعبة عايز أقول لحضراتك احنا كنا ضد بعض الارتفاعات الغير مبررة وهتسأليني سؤال مهم جداً في الحلقة خلال الفترة اللي جاية الأسعار هتبقى إيه وردي على السؤال ده أكد لكلام ده احنا بعض الحاجات احنا عندنا كنا محتردين عليها على سبيل المثال يا أستاذ أسامة لما تبقى عربية الصيني توصل لمليون جنيه تبقى دي غير مبررة أو ما حصلتش شوفيه في زيادة في الأسعار في زيادة في الأسعار هل الزيادة في مصر بس الزيادة في جميع أنحاء العالم طب ليه عندنا الزيادة في مصر أكتر من أي حتة في العالم كويت النهاردة زيتت الأسعار مرتين وثلاثة كويت اللي ما عندهش مشكلة في أي حاجة طب ليه الزيادة عندنا كانت أزيد من أي حد تاني واحد دي ما عندكش تدبير للدولار يعني أنا هذا لو رحت البنك وخبطت علي قلت له بنك أنا عايز نص مليون دولار عشان أجيب عربية أقول لي سوري أنا النهاردة هذا الدولار مخصص للسرعة الاستراتيجية زيت سكر مستلزمات إنتاج أدوية وأنا أحترم هذا الكلام جدا جدا لأن الوقت الحالي فعلا الموضوع لا يتحمل إحنا نتفق مع ده اتنين عندنا بعض القرارات اللي أنا يمكن طلعت معاك في عدة حلقات وفي عشرات القنوات الفضائية يا جماعة لو سمحتم رجعوا القرارات اللي أكل عليها الدهر وشارب أنت قرار 580 لسنة 1998 اللي في مصر يمنع دخول السيارات موديل 23 ونحن في سنة 24 1 و 1 24 عرشين كل العربات الزيرو على مستهل العالم اللي في مصر من فضلكم ماشي ده المستعمل خلينا في العربات اللي أنت بتدينها الأول بالمناسبة هو أنت بتدينها بالدولار العادي ولا الجمركي أرد عليك في الحدتة دي بس ده مش في المستعمل عشان برضو كل حاجة تقول حقا ماشي ده في العربيات الزيرو في العربات الزيرو انت بتقول لي موديل قديم زيرو ما ينفعش تخش عندنا احنا طب ما كل الدول العربية كل الدول الاوروبية نهاردة انا في 24 ممكن ادخل 23 هل هناك ما يمنع ذلك دي انا بقول لك حضرتك من العوامل اللي مخليها السعر عندنا وعلى فكرة لما بتجيبها الموديل القديم انت بتبحلي كأنها موديل السنة هاديك مثال بنفس السنة بس طب الله طب انت ايه فقط تجيبها لي قديمة وتبحلي بموديل السنة بفلوسها لا 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 مش موديل السنة حضرتك الثلاثة وعشرين بتبعحلي بقيمة انها موديل السنة برضو لا مش انها قديم برضو لا حضرتك النهاردة انزل اي معرض في مصر في عربيات ما زالت موجودة لغاية انها ده 23 وفي عربيات الـ 24 حضرتك انزل اخذي التجربة بنفسك في اي معرض مش هسميلك معرض بعينه واسألي العربية دي موديل 23 بكام واسألي موديل 24 بكام اللي لقيت معرض واحد يقول لك دي ازادي وحضرتك زي محضرتك